جديد مرحبا بكل مستمعات فين ما كنتوا إن شاء الله يومكم موافقوا بداية أسبوع جيد موافقة إن شاء الله للجميع رقمنا التواصل صبر خمسة تنين وعشرين ستاو ثلاثين تنين وتسعين تنين وتسعين كيف قلت فقرة صحتك أهم على الشديد فهم كتحضر معنا الدكتورة هودعفان لي متخصف أمراض الغداد سكري والتغذيع صباح النور صباح نور جميلة وصباحنا المستمعي شادا لباس عليك الحمد لله واشركم مباركة علينا وعليك بس حمد إن شاء الله يا رب مني قلت لعواجتر بديتي بيضا بانو عندك لعواجتر ولا مازال مازال شوية مازال إبتكت تخضي جنجلان وهد مسائل كلها هاد لقيته فالأخر دي الشعبان نصد دي الشعبان تقريبا نعم غيباش نعرفو الأخي الصعين دي التغذية وشتاهموا بحال نزام أنتاهم وكي يأكلو نس الماكلة دينا ولا عدكم نظام معين لا لا تقريبا نفس نظام الغدائي دي الكل مغاربة كنديرو شوية عقل ما كتر كنقيسو اليوم غنتكلمو على التغذية دينا خلال شهر رمضان شهر رمضان شاء الله ما بخاش لي بزاف على ما كان ننجوش للأسابيع يا رب ويهلوا واحد شهر لي هو شهر فاضل شهر بركة وكرم وتغيير عادات وسلوكات بزاف من ضمن السلوكات اللي كي حاولوا بزاف الناس يغيروا هاي السلوكات أو العادات الغدائية كيلي كينجح وكيلي كيفشل باش أنه يوصل لغاية اللي باغيه إما أنه ينزل وزن أو لا يستقر على الأقل في الوزن دياله وكي الناس اللي سبحان الله كيتزادوا في الوزن ديالهم اليوم الناس كلها تقول لك شهر رمضان شنو خاصني ناكل وشنو خاصني نحيد والفطور ديالي كيفش خاصو يكون والسحر وش مهم أو لا لا بين الفطور والسحر شحل خاصني نخليه شنو الحاجات اللي خاصني نبدأ بهم هدوما الأسئلة ديالنا عادة اللي كناخدوها وكذلك بما أن تخصص ديالكم هما المرضى السكري بغلت نشوف هاد الفئة بالناس اللي هي كتيرة في المغرب واللي معلقاوش دار مغربية ما في هاش شخص اللي عنده السكار سواء النوء الأول أو النوء الثاني حتى هاد الناس بغلنا نعرفو رمضان كيفاش واش خاي سومو واش مغاي سوموش نعم بهاد السؤال اللي عاد يكون عن الكتير ديال السيدات والسادة وأكيد مرحبا بالتواصل ديالهم سفر خمسة تنين وعشرين ستاو ثلاثين تنين وتسعين تنين وتسعين إذا أول شي الناس ديال سكار او اللي عنده مرضى السكاري شكون يصوموش كله بالنسبة المرضى السكاري هاد اول وقت وكان شوية تأخير الناس اللي باقي ما مشوش شافوا الاخصائي اللي متبعين معاه باش يشوفوش يصومو للا لانه ضروري ومؤكد قبل صيام خاص واحد المجموع على التحاليل ديال مرضى السوكاري باش كنشوفو واش نصرحوا ليهم باش يصوموو للا باين تحالية رئيسية هي تحيلة ديال الخزان ديال السكار اللي كتبين المعدل ديال السكار في الدم ديالو تالشهر اللي قبل ضنك هادك الخزان على حسب النسبة ديالو كنشوفو واش يصومو ولا ما يصومش ولا يصوم بحتياتات الناس اللي كتكون عنده reminisبت سكار ولا الخزان كتكون ES damiej والفوق الوصة هادو ما ك chat حس مشوش لهم باش يصومو نهائيين لانا كي الخطر ديال المضاعفات inheritance على المادة الإخ expos ولمات التاويل الناس اللي restricted quarant half 처� Ohh وما بين سبعة وثمية في مئة يصوموا باحتياطات شنو هاد الاحتياطات هي المراقبة نسبة سكر في الدم ديالهم يا اما كان خافوا يا اما يكون عندهم خفاض حد نسبة السكر وللعكس ارتفاع في نسبة السكر اللي كتقدير ارتفاع نسبة لسيطر نونك المراقبة ديال السكر ديالهم كتكون واحد الواتيرة يومية فاش يكون معدل السكر قل من سفر سبعين ما خصوهم شي يكملون نهار ديالهم ولكن سكر في جوش غرام وخمسين ايضا يوقفوا الصيام ديالهم وايضا بين تحليل مهمة اللي كيديرو هاد المرضى السكرية هي تحليل ديال كيليتين تحليل ديال ديال الكلاوي اللي كنديروهم باش كنشوفوا شحال كي يصفيوا الكلوي ديالهم فاش يكون نسبة صفية الكلاوي مزيانة الحمد لله دونك هادو ما تكونش عندهم مشكل وتيكون ايضا سكر مضابط في الدم ديالهم يقدرو يصوموا بلا مشكل اما فاش يكون بدات مشكل ديال القصو الكلاوي سختم المرحلة الثالثة وقل هاد المرضى ممكنش يصوموا لان هادك القصو الكلاوي يقدر يدوز مراحل متقدمة يوصل لقدر الله المرحلة الاخيرة اللي هي تصفية الكيلي دونك ضروري من واحد التحاليل هاد التحاليل مهم جدا للاغلبية دا بولو كيديروها الحمد لله باش كيعرفوا واش يقدرو يصوموا لا تصاموش لما الاحتياطات جالهم مع للأسف باقي الناس اللي كيرفضوا رفدا تاما انهم يفتروا رمضان وخال الخزان وصل لهم 10-11 طبيعة الحل من الدور ديالنا غاننا نخصنا نرافقوهم خلال فترة السيام وخا ما كنصرحوش لهم السيام ولكن ترافقوهم باش نحدوا من هادك الخطورة دي المضاعفات ديال السيام بنسبة لهاد المرضى نعم هاد الناس هادو اللي كتصرحوا لهم انا ما خاصمش يصوموا للخزان ديالهم وصل 10-11 من ثمانية او احنا غاعدين ياك من ثمانية وصامو حت كاي الناس اللي تيقولك انا السيام كيريحني كارتاحت ما كان ما كينتاشي ما كيتر علي ياوالو شنو الحبايج اللي قدرو طرعوا ليهم وما ردينش لها البال كيتروا لا خلال فترة رمضان ولا ممليكي فترة رمضاني ان فترة رمضان ضروري كنسمعو اما اتيها بتيعيطو على واحد الخيفات الحاد كي اللي كيدوز اذك الخيفات الضغية كي اللي اللي يحفظ كيتسبب لي في فقدا الوعي ولا لوكوما ديال الخيفات الحاد في نسبة السكر في الدم غيبوبة السكر وللعكس كي اللي كيتل علي حمد السيطان وكي تهوى كيتضر انه يمشي لالشي المصحة ولمستشفى بشي عالج هذك ارتفاع نسبة السيطان كي اللي تكون عنده مثلا المضاعفات ما حاش بيها وكيتضاعف له يا الى فترة صيام ولا مراسطة كي اللي متلا كتكون عنده شبكة ديال العين بدات كتتقلع لي ومحاش بيها مع ذك الصيام ومع قلة الماء خلال صيام ومع ارتفاع نسبة السكر في الدم دياله كي حس ان هذك الشبكة تقلعت لي كتر باش كتبالي يا اما كيبالي بحل دبان على العيني ولا شوف دا كي نقصلي على غفلة نوك ملي كمشي يشوف اقتصاطي في امراض العيون كي لقى انه تقلع الشبكة وسط واحد مرحلة مبكيرة ولا متقدمة في خلال فترة صيام داله وكي اللي كيت تكون ديجا هو عنده قصر كلاوي وما دير التحاليل وكيتطور ليه مع الوقت نو كين بزاف مضاعفات كيبانو وكي يحس براسه مزيان في الصيام وكيفوت رمضان وكيتر تحاليل كل شي تخربق ليه الخزان طلع تحليدي الكلوي طلعه يقدر كما قلنا شبكة العين كتكون ديجا مقوصة محش بها كتزيد ضعف ليه نو كتبانو واحد المضاعفات لانه دات دياله فيها سكر طالع بزاف ودوا ما تياخدوش في الوقت تياخدو تليل ونزيدو التغذية لي واحد نقولو سبعين تمانين في ميارة ما كتكون ساليمة ما كتكون ساليمة للأسف رمضان مع تجمعات العائلية مع نوعية الافطار اللي كتكون بحطة طبق طبلة نوكت كيفي مرار رمضان تيبداوا بانو المضاعفات كتير عند هاد المرضى اللي مصرحناش لهم الصيام ولكن للأسف ساموا ونسن وليه في أدوية معقادة تنقدر يكون المرار يظهر بالأقراس ديال السكر كي يخصوا يوقفها ويدوس الجرعات ديالانسولين عادة هادك الساعة كي يعرف انه مكاش خاصو يصن الجميع هنا منيس انتكلموا على هاد الفئة اللي هي فئة كبيرة كيف قلت انا في المغرب وفي العالم يعني انه مراد السكرية من الامراد اللي انتشرت ومن هنا الالفين وثلاثين غايكون العدد اوبما مضروف ثلاثة او الاربعة عدد المصابين بداء السكري كانت منه دائما انه ينقص كذلك كان قريب اليوم العالمي للسمنة اللي ولكن يتصرح انه ماشي فقط زيادة وزن او غيرها ولكن داء انه مراد السمنة اللي تهوى عنده بزاف دي الاسباب وغان نتكلموا على اكيد في حلقات غيره احنا خدينا نتكلم على التغذية دياننا والناس لان هذا هو السؤال اللي كيكون مطروح الان واش نصمو او لا لا داب الناس اللي عندهم السكر باقي عندهم الوقت مشو عند لأطيباء ديالهم يعني مفاتش الوقت ماشي بحال باش نكون صريح الناس اللي داروا لي الله يدروا الخزنان ودقوا السكر طالعنا ما نقدوا السكر 15 يمرا ميمكنش باش نكون رسالة واضحة للمريد ابقي هو ولا قرر رسوم كما قلنا ضروري من الواجب دياننا نرافقوه ولكن كما تنقلو لي خسو يتحمل مسؤولية دياله لانه التأمام الله لانه عنده رخصة ما دارش بيها دونك هذك الساعة اللي كي يوليو المضاعفات بسبب هاد المرض اللي ما عندوش هو اصلا مضابط في الدم ديالو سعيب نقادله في 15 يوم هذك الساعة لا تيبقاش الاجر بالعكس تتخبر نفسك لتتهلوك كيف كان قوله صراحة هنالناس باقي فرصة باش على الاقل تمشي تتعبر الخزان ديالها تشوف شحر ارتفاع ويلا قال لكم طبيب ما تصوموش الله شاف كيف كان قوله صراحة الانسان يرد البال الصحيحة ديالو ما يمشي شي قلب على ويلاته غيرها حتي كان بزاف الناس اللي في شهر رمضان ما بخاصهم شي يصومو كتلقاوم انهم ما كيكلو تشي وجبا يعني كتلقاو مثلا الصباح ياخدوا غير ما اولا كاز الحليب اولا شي حاجو كيمقاو عليه نهار كامل كيكو كلا راه فطرت راه هادا ارجع نتكلموه لها ديالو ديال تغيير ديال القادية ديال انا وكيكون في فطور غير وانا نتكلمو على المائضة الرمضانية لنا جميع الصحة ديالنا اشنو خاصوا يكون فيها واشنو لانا تبارك الله تنحداقوا في رمضان وكندلو بزاف ديالشي واتبارك الله صلاحين بيالينا اكيد مرحبا بلا اسئلة ديالكم دائما على الرقم ديالنا صفر خمسة تنين وعشرين ستو ثلاثين تنين وتسعين تنين وتسعين ارجع لكم بعد ما سمعوا ابو مرحبا كل المسامية مسامعة دائما على شهدا يفهم الإيضاء الإيجابية مرحبا بالتواصل ديركم وتفاعلكم على الرقم ديالنا اللي وراه الإشارة ديركم الان صفر خمسة تنين وعشرين ستو ثلاثين تنين وتسعين ما زال معانا الدكتورة هودعفان اللي هي متخصف امراض الغدد السكري والتغذية ايضا تنتكلموا على تغذية ناو شهر الرمضان بدينا فئة كبيرة وغالية علينا وصحيحة ديالا كنهتموا بها بشكل كبير اللي هما الناس اللي عندهم مرض السكري شفنا اول شي امتى يصوموا وامتى ما يصوموا شيء وكذلك تكلمنا حتى ربما على المضاعفات اللي كتقدر توقع سواء على المدى القريب او للمدى البعيد هاد الناس تدوى اللي كتصرحولوا بانهم يصوموا دوى ديالهم بالدارجة كنقلو كيتخربق يعني ما كيبقاش يخد يتخذ في نص الوقت هادا كيفاش انتم تتقدم عامد مسألة هادي كن اول حاجة هي الوقت بطبيعة الحال ديال اخذ ديال هادوك مثلا الاقراس الاقراس كيتخادوا يما في الفطور وفي السحور يما في فطور والعشاء والسحور تتقسموا على الحساب الكيميات ديالاقراس ايضا كينت النوعي ديالاقراس كينبعد الاقراس اللي كتقدر تسبب وكينبعد ايضا كينبعد 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 وهي التي ينسو العبر السكر يستطيع المصلحة بذلك وهذا كان ينقص التجربة بالجرعة والجرعة والتي يأخذها قبل إفطار ولكن الناس الذين سمعون من الانسلين يستطيع السكر نوع الولى، السكر الذي لديهم 3 أو 4 جرعة للانسلين في اليوم لا يستطيع السكر نهائيا يعني النوع الأول ميغامروش ويقولوا الله غادي نقسموا الانسولين ما بين الفطور ما بين السحور لأنه كالخطر كبير دير تفع نسبة لسيطان وما كيتعرضوا واحد لواتيرة سريعة ضغية كيتل عليهم نسبة لسيطان نسبة لسيطان في الدم ديالهم بنسبة السكر النوع الأول نوك ضروري جرعات الانسولين يجب أن يأخذوهم في الوقت ديالهم النوع الثاني اللي تكون عندهم واحد جرعات قليلة ديال البطيئة تنقدرو يصوموا لك السكر ديالهم قد ولكن تنقصوا من هذك الجرعات يجب أن يرقبوا السكر ديالهم على طول يوم يعني يجب أن يرقبوا في الصباح من يفقوهم على الظهور في العاصر باش يشوفوا واشكي نخيفاض والارتفاع يعني سنأكدوا على هذك نخيفاض نسبة السكر مني كتكون قل من 070 وخامة حاسين شبهة يجب أن يوقفوا الصيام ديالهم لأن بزاف الناس يقول لك غادي نمشيون نرتاحوا شوية يقدانوا ننفيقوا كي لا قدر الله لكي ناس ميفيق